إذن لنبدأ بفتح ملف session 6.m الخاص بالجلسة الثالثة وكما عادتنا نقوم بداية بإضافة الأكواد الرئيسية والمتغيرات العامة الخاصة بمشروعنا قمنا بذلك إلى الآن حوالي 6 مرات ونضيف أيضا جميع معاملات حلقة التحكم الخلفية التي استنتجناها خلال الجلسات السابقة أي للمفصل الأول للمفصل الثاني للمفصل الثالث وللمفصل الرابع بعد ذلك نختار أيضا المتغير أو الvariant الخاص بالمفصل الثاني لأننا سنقوم الآن بعملية المحاكاة على المفصل الثاني وسنفتح بعد ذلك الملف الخاص باختبار تابع ملاحقة المسلك أو Trajectory Tracking Function كتابع كجزء من توابع تغذية الأمامية للمفصل الثاني عند فتح النموذج أو ملف السيمولينك الموافق نحصل على مخطط صندوقي للمكونات الرئيسية لعملية الاختبار طبعا لدينا دائما وأبدا الصندوق الخاص بالروبوت وهو الروبوت المحاكاة في الأسفل لدينا الجزء من التغذية الأمامية أو متحكم التغذية الأمامية الخاص بتعويض التشويش Feed Forward Controller Disturbance Compensation وطبعا تشويش الذي يعوض هنا هو تشويش الجاذبية الأرضية على المفاصل أو على الوصلات المختلفة كما أنه لدينا متحكم التغذية الخلفية التعاقبي Feedback Controller والمؤلف من حلقتين تغذية خلفية داخلية خاصة بالسرعة وتغذية خلفية خارجية خاصة بالموقع ولدينا إشارة الزبون أو الإشارة المرجعية كل هذه المكونات كنا قد رأيناها واختبرناها واستعرضناها وفهمناها سابقا المكون الجديد في هذا النموذج هو المكون الخاص بتابع ملاحقة المسلك وهو جزء من متحكم التغذية الأمامية Feed Forward Controller Trajectory Tracking كما وضحنا سنستخدم فقط تابع عبارة عن ربح أو رقم معين بين الصفر والواحد تكون إشارة دخله هي إشارة السرعة المرجعية القادمة من إشارة الزبون المرجعية وإشارة خرجه تدخل أيضا كسرعة مرجعية لمتحكم الحلقة الداخلية في المتحكم التعاقبي أو متحكم السرعة ونأمل أن تفيد هذه البنية أو هذا التابع بتحسين الملاحقة تحسين أداء المتحكم وتقليل خطأ الملاحقة نلاحظ هنا أيضا أن إشارة الدخل بالنسبة للمفصل الثالث وليس المفصل الثاني الذي نقوم باختباره المفصل الثالث إشارة الدخل الخاصة به حاليا هي إشارة صفر سنختبره لاحقا على إشارة جيبية ولكن بداية لي نصمم الربح الخاص بتابع تراجيكتوري تراكينج فقط بحركة المنصد الثاني بداية لنجعل القيمة الصفرية ومن المفترض أن نحصل على الإشارة التي حصلنا عليها في الجلسة السابقة أي سنحصل على خطأ ملاحقة كبير بين القيمة المرجعية للموقع Q والقيمة الحقيقية للموقع نلاحظ أنه عند الثانية الرابعة يتحرك المفصل الثاني بمقدار 180 درجة والإشارة المرجعية باللون الأصفر في رسم إشارة الخاص بالPosition أو الموقع يتم ملاحقتها من الإشارة الحقيقية باللون الأزرق بشكل جيد جدا ولكن للأسف بخطأ ملاحقة كبير جدا بينما نلاحظ أيضا أن أن رسم إشارة الخاص بالسرعة يظهر أيضا ملاحقة جيدة لحلقة التحكم الداخلية للمتحكم التعاقبي هذه الملاحقة تعتبر جيدة ولكنها غير كافية لتقليل خطأ الملاحقة خطأ الملاحقة هنا يزيد عن الواحد بينما خطأ الملاحقة المرجع من الزبون يجب أن يكون أقل من 0.2 راديان لهذا فإن البنية التحكمية الحالية غير كافية لتحقيق متطلبات الزبون لنقوم بزيادة الروح الخاص بتابع ملاحقة المسلك مثلا لنجعله بداية 0.5 أي 0.5 ونشغل الملاحقة لنرى أي تأثير سيكون لذلك على الإشارة المرجعية والإشارة الحقيقية لموقع المفصل الثاني Q2 وفي حالتنا سنلاحظ أيضا أنه عند الثانية الرابعة فأن الإشارة الزرقاء الحقيقية تقوم بملاحقة الإشارة المرجعية الصفراء بشكل جيد جدا ولا تتجاوزها وطبعا هناك تقليل واضح في خطأ الملاحقة error حيث أصبح أقل من 1 وربما أقل من صففة 7 راديان بينما كان أكثر من 1 راديان والإشارة الحقيقية تلاحق الإشارة المرجعية ولا تتجاوزها وهذا يعني أننا يمكننا أيضا أن نزيد قليلا من الربح بمتحكم التغذية الأمامية ونختبر مرة أخرى لنأمل هذه المرة أن نحصل على خطأ أعظمي 0.2 راديان لكي يتطابق ذلك مع متطلبات الزبون دون حدوث تجاوز بين الإشارة الحقيقية والإشارة المرجعية ونلاحظ هنا أن الخطأ قد وصل إلى حوالي 0.4 راديان ولكنه لم يصل إلى القيمة المطلوبة لذلك لنقم أيضا بزيادة الربح الخاص في تابع ولاحقت المسلك إلى 0.9 أي أن 90% من الإشارة المرجعية للسرعة سيتم إدخالها كتغذية أمامية في حلقة التحكم بالسرعة وفي هذه الحالة فنصل إلى الانفراجة الخاصة بنا حيث نلاحظ أن الإشارة الحقيقية تلاحق الإشارة المرجعية للسرعة بشكل جيد جداً والإشارة الحقيقية تلاحق الإشارة المرجعية للموقع بشكل جيد جداً أيضاً وخطأ الملاحقة الأعظمي لا يتجاوز صور فاصلة 2 خلال هذه الملاحقة وبهذا نعلم أننا قد وصلنا إلى مبتغانة حيث حققنا كل الشروط التحكمية على المفصل الثاني والمطلوبة من الزبو ومن ضمنها الشرط الوحيد المتبقي حتى الآن وهو شرط خطأ الملاحقة الأعظمي لنقوم الآن ببعض الاختبارات تحت الحمل كما يقال أو الاختبارات الصعبة لقد قمنا بإدخال إشارة ترددها كبير نسبياً حوالي B على أثنان راديان بالثانية للمفصل الثالث والذي تشويشه طبعاً يؤثر بشكل كبير على المفصل الرابع ونجرب الآن المتحكم الخاص بنا في حالة حركة مفصلين المفصل الثالث والمفصل الرابع معاً عفواً المفصل الثاني والمفصل الثالث معاً وعند الاختبار عند هذه الحركة فإننا أيضاً نحصل على إشارة وطابق متطلبات الزبون وهذا يعني أننا عملياً حصلنا على ما نبتغي من خلال البنية التحكمية الحالية على المفصل الثاني وستكون هذه هي البنية النهائية التي سنستخدمها للتحكم بالمفصل الثاني وبباقي مفاصل الروبوت تحكم بالمفصل الثاني تحكم بالمفصل الثاني